إلى ذلك طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن أربعة من موظفيها المحتجزين في سجون الميليشيا الحوثية بصنعها جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمة اليونسكو ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لافتين إلى أن الاعتقالات التي يقوم بها الحوثيون غير مقبولة لما فيها من انتهاك للحصانات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي مشيرنا أن هذا الوضع الأمني في مناطق سطوة الحوثيين يثير القلق ويكشف التجاهل التام لسيادة القانون في مناطق الجماعة وبحسب المنظمة الأممية فإذا الميليشيات وعادت مرارا بالإفراج عن المعتقلين دون تنفيذ قولها حيث لا يزالون محتجزين حتى اللحظة